تزداد المخاوف العالمية من أزمة غذاء تهدد بمجاعات تضرب العديد من البلدان وذلك على وقع تداعيات وباء فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية دفعت هذه المخاوف الدول والمنظمات إلى التوجه نحو حلول استباقية تحول دون تفاقم أزمة الغذاء التي بدأت أثارها تظهر بالفعل على وقع تداعيات وباء فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تزداد المخاوف العالمية من أزمة غذاء تهدد من ناحية بتناقص كبير في إمدادات السلع الأساسية ومن ناحية أخرى بمجاعات تضرب العديد من البلدان وهو ما دفع الدول والمنظمات إلى التوجه نحو حلول استباقية تحول دون تفاقم الأزمة التي بدأت آثارها تظهر بالفعل وضقت منظمات دولية عدة ناقوس الخطر بشأنها مفوضة النقل في الاتحاد الأوروبي أدينا فالين قالت إن هناك حاجة عاجلة لإخراج 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا في أسرع وقت لافتة إلى أن المفوضية وضعت خطة عاجلة لتسريع التصدير عبر ما أسمته المسارات التضامنية عن طريق البر بدورها تعمل الحكومة الألمانية على نقل ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في الموانئ البحرية الأوكرانية عن طريق السكك الحديد حيث خصصت شركة السكك الحديد الألمانية مؤخراً خدمة بالقطار لنقل الصادرات من أوكرانيا إلى موانئ بحر الشمال والبحر الأدريتيكي كما دفعت خطورة الأزمة الأمم المتحدة أيضاً إلى التحرك إذ يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش للتوصل إلى اتفاق مع روسيا ودول أخرى لفتح صادرات الغذاء الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وفق ما نقلته صحيفة وولستيريز جورنال الأمريكية من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مصارف كثيرة للتنمية في العالم تعمل بسرعة لتنفيذ تمولها والمشاركة في السياسات والمساعدة الفنية من أجل تجنب مجاعة تسببها الأزمة الأوكرانية وفي المقابل أبدت موسكو استعدادها لتوفير ممر إنساني للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا لكنها طالبت برفع العقوبات عنها كشرط لتجنب أزمة غذائية عالمية